الراجل ده بدأ يحرمها من حقها الشرعي بدأ يرفض ان هو يعمل معها علاقة زوجية مكتملة السلام عليكم وإهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المحاكمة سيدة عندها 31 سنة بتروح ترفع على جزهة قضية طلاق للضرر بتقول في حيثيات القضية وفي الأسباب اللي قودت بيها إلى أبواب المحاكم ان هي تجوزت من أكتر من خمس سنوات بداية القصة لما تعرفت على شاب حست انه شاب كويس ومحترم ولكن أحواله المادية ما كانتش قوي ورغم كده أصرت على ان هي تتجوزه بعد ما أهلها رفضوا الارتباط به لعدم التكافؤ المادي وأي أسرة من الأسر النهاردة لما بييجي عريس لبنتهم من أهم المعايير اللي بيبصلها انه هل هو عنده الإمكانيات المادية اللي تحفظ كرامة بنتهم وتخليه وفر لها حياة كريمة ولا لا العريس اللي متقدم لبنتهم واللي بنتهم جايباه من إيديه لغاية البيت كان أحواله المادية على أده جدا الناس رفضوا البنت أصرت وأنا مش هتجوز غيره يا أم هو يا بلاش ده أنا حموت نفسي ده أنا هفضل طول عمري كده أنتم ملكوش دعوة أنا اللي هعيش معاه مش أنتم تحت الضغوط الكبيرة دي أهل البنت وفقوا على الجوازة اتجوزوا يوم عسل يومين عسل شوية طبطبة شوية وحشتيني شوية ورد ونجاي شوية أرع عسل شوية شموع على العشة والموضوع ما استمرش طويلا لأن البنت بعد الجواز بفترة لحظت إنه الشاب ده بدأ يتعامل معاها معاملة مش كويسة جدا وصحيت على صدمة كبيرة جدا عمرها ما كانت تتخيلها وهي إنه الراجل ده بدأ يحرمها من حقها الشرعي بدأ يرفض إنه هو يعمل معاها علاقة زوجية مكتملة رغم الشموع والعشة الحلو والمزيكة الهادية والدنيا الجميلة إلا إنه الراجل ده بدأ يبتعد عن البنت دي فبدأت هي كمان تتدايق إنت ما بتنامش معايا ليه ما بتدنيش حقوقي ليه قال لها أنا مش عايز عيال مش عايز عيال إحنا ما اتفقناش على كده أنا إنسانة طبيعية وإنت إنسان طبيعي إيه اللي يمنع اتفجأت بعد فترة إنه الراجل ده عنده فوبيا عنده مشكلة مسيطرة عليه نفسيا وهي إنه قال لها إحنا عندنا في العيلة بتاعتنا مرض وراسي أنا أخاف إني لما أخلف ابني يورس مني المرض الوراسي ده حاولت تقنعه حاولت تقوله تعالى نروح لدكاترة إلا إنه عمنا ده رافض تماما وأول ما تيجي تعمل مشكلة كان بيمد إيده عليها وبتقول إنه كان معيشني في جحيم طول الوقت اتحملت نتيجة اختياري السيء اتحملت قدام أهلي وصحابي وجراني والمجتمع والناس فكرة إنه إنت ليه ما بتخلي فيش إنت فيه مشكلة عند جوزك فبدأت تكدب على أهلها وتقول لهم إنه أنا اللي عندي المشكلة أنا فيه عيب وبعالجه سنة اتنين تلاتة كلام الناس بيكتر هي بدأت تنعزل وتقفى على نفسها علشان ما تواجهش المجتمع والتساؤلات والفضول الفضيع جدا اللي بيقابلوه الأزواج في الحالات اللي زي دي لغاية ما يوم من الأيام حملت خبت شوية لغاية ما وجهت الراجل ده وقالت له أنا حملت اتعصب عليها جدا اتخانق معاها فضل يضرب في بنت الناس لغاية ما تأكد إنه تم الإجهاد وإنه الحملة اللي عندها ده راح بعد الوقعة دي بدأ الشرخ يزيد بينهم بدأت تبعد عنه بدأ هو كمان يبعد عنها قالت له طلقني رفض مش كده بس دسابها من بعد المعاملة السيئة دي وراح من بعد ما تحسنت أحواله المادية راح تجوز وحدة تانية عليها وبدأ يكدها وبدأ يحصل طبعا فيه تدعيات كتير قوي لما بيحصل خلافات زوجية من النوع ده الطرف من ناحية ست أو الطرف من ناحية الراجل كل واحد بيفتري على الطرف التاني وبيقول عليه إيه اللي فيه واللي مش فيه الزوجة بتقول إنه بدأ يسوي سمعتي بدأ يلوس سمعتي أمام زمايلنا في الشغل ومعارفنا والناس المشتركين بنا وقال إن أنا رحت تجوزت واحدة تانية وقال إنه الست دي أنا حاسبها وبعاقبها علشان زبطها وهي بتخني بدأ يلوس سمعتها بدأ يعملها معاملة سيئة جدا بدأ يفتري عليها قدام الناس وفي النهاية قال لها أنا أسيبك زي البيت الوالف علشان كده المدام اللي تحدت أهلها وراحت اشترت الراجل ده بدأت تفكر إن هي تتجه إلى القضاء وترفع عليه دعوة تطليق للضرر وبتحاول بتثبت إنه وقع عليها بالفعل ضرر مادي ملموس واقع فعليا علشان لما تطلق للضرر طبعا بتاخد يعني كافة حقوقها أما لو كان الدعوة دي دعوة خلعة فهي بتتنازل عن كافة حقوقها من بعد ما يتم التطليق موضوع في الحقيقة إلى حد كبير هو متكرر من ضمن المليون وخمسمية ألف حالة طلاق أو دعاوة الطلاق سواء خلعة أو تطليق للضرر المنظورة أمام المحاجم وهنرجع ونقول نقطتين مهمين جدا بالنسبة للأهل وبالنسبة للطرفين بالنسبة للأهل أرجوكم لما حد يتقدم لكم علشان يتجوز بنتكم أو يناسبكم تحروا عنه كويس جدا من قبل فكرة أنه يكون مقتدر ماديا أنه يكون على خلق أنه يكون هيراعي ربنا في بنتكم ويقدر يصون الأمانة حتى لو كانت البت مجنونة شوية وشعنونة شوية وإحنا عارفين يعني الهسهس لما بيشتغل الستات بتوري الرجالة يعني الجنان كله وعلى المستوى التاني بالنسبة للرجالة برضو لما العصبية بتشتغل والنرفزة بتشتغل والخلق بيديء أكيد الراجل بيبوز الدنيا الطرف التاني اللي أنا عايز أتكلم عنه هو طرفين أو طرفي العلاقة الزوجية بالنسبة للبنت وبالنسبة للولد قبل ما تقديمي على مسألة الجواز بلاش تخديها مسألة عند إدريس الموضوع كويس إدريس الشخص كويس على مستوى الأخلاق لأنه هو ده الشخص الوحيد اللي هيتقفل عليك أنت هو باب واحد وقوضة واحدة وسرير واحد ومطبخ واحد وحياة واحدة بالنسبة ليك أنت أرجو أن أنت من بعد ما تدرس البنت واخلاق البنت وطباع البنت وتشوف أن هي متوافقة معاك أرجوك راعي ربنا في بنات الناس أشكركم على طيب المتابعة وعلى وعد بلقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج المحاكمة